ولي بقى للأهالي نصيحك كده في البيوت بما إنك أم جميلة فأكيد هيسمعوا منك والله هي أهم حاجة إن أنا فعلا أعمل دوري كأم أو كأب تجاه ولادي إن أنا أربيهم بشكل سليم أشبع لهم احتياجاتهم أدي لهم حب سليم حب صحي حب غير مشروط ما حبش واحد أكتر من التاني يا غادة أنا بيصعب عليا إن أنا عارفة إنه ممكن فيه طفل هو المفضل بس بيصعب عليا التاني يا حبيبي أو التاني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ميال لستين وفاطمة بس ما بيقولش بس أجي أقول لك تعارفة إن أنت أكتر واحدة بموت فيها في إخواتك وأقرب واحدة لي بس أوعي تقول لهم ممكن وأقوله كل واحد فيهم كده ممكن صح؟ أها يعني دي نصيحة فعلا للأهالي يعملوا كده بالله عليكم والله وأعمل اهتمامات وعلاقة ما بيني وبين ابني وبنتي قبل ما يعملوها برا وبعدين أجي ألوم نفسي وألوم ابني وبنتي إن هم عملوا اللقات ديات برا ومعملهاش معايا ليه أنا ما صاحبتش ونفس الحكاية مش جوزك على ما تعودي وابنك على مطرف بي حييجو في حتة تليا برضو الجواز برضو نفس الحكاية هتقدر إنك أنت تخلي بنتك أو ابنك يرتابطوا بشخص ويعرف يعملوا ويقيموا علاقة سليمة ولا لأ أقدر إنك أنت تعدها لهم؟ أدها لهم مش قادرة حاولوا فعلا يا جماعة ثقافة الإرشاد الزواجي مهمة جداً أو يريحونا خالص ويخلوا عيلهم جنبهم عشان الحرمة اللي بيحصل في بنات الناس ده نورتين يا غادة بسلاميلي مش سيح يا حبيب وأشكركم جداً وفي نهاية حلقتنا النهاردة خلاص كده إحنا حاولنا ننصحك يا نهاية على قد ما نقدر وحاولنا إن إحنا ننصح الجيل اللي جاي لأنه ممكن تكونوا إنتوا اتعرضتوا أكتر يعني جيلكوا بأكتر من اللي إحنا شوفناه خروجاتكوا بيت أكتر مننا حتى اللي حواليكوا إنه ناس حواليكوا أكتر مننا إحنا خروجاتنا كانت آمنة جداً إنتوا خروجاتكوا وعشتكوا وإيه 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 يعني لو إنتي لسه واحد وعشرين سنة دلوقتي إنتي بتشوفي حاجات إحنا عمرنا ما شفناها أو شفناها في التلاتينات فأنا عزراكوا جداً بنحاول على قد ما نقدر وأنا ماينفعش أقولك مثلاً إنه إيه إحنا ما بنقولك إيش سيبيه أو ما تسيبيهوش هو اللي حصل حصل بس مش هنعمل زي أهلك ونقولك لسه بتفكري فيه لسه مش عارف إيه مايستهلش والله 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 يعني هيا لما شفت العوض لكذا حد إنه خلاص إنه إنه الموضوع باز وفيه منهم والله بازت قبل فرحة بأسبوع بعد ما جابت الفستان وبعد ما جابت كلها وراحت لمامتو مامتو تردتها تخيالي وربنا عوضها وبقى عندها عيال زي الفل وجاب لها واحد حنين وكويس نهال ما تمسكيش في حاجة خلاص بازت حبي نفسك